كلاسيرا متعة التعلم الذكي أولا إضافة الحصص يقوم مسؤول النظام بتعيين الحصص لكل معلم عن طريق إضافة جدول الحصص على مستوى الصف ولإضافة الحصص على مستوى صف دراسي معين انتقل لتبويب الإعدادات انتقل لقسم المراحل الدراسية في قسم الإجراء من السهم المنسدل ثم انتقل للصف الدراسي المطلوب إضافة الحصص فيه ومن قسم الإجراء نحدد إضافة حصص وفيه اختر المادة اختر المعلم اختر الفصل انقر على زر إضافة عمليات على الحصص المضافة تعديل حصة يمكنك تعديل حصة أي استبدال المعلم بمعلم آخر قم بالنقر على علامة القلم بجانبها للتعديل فستفتح لك صفحة تعديل الحصة ومن خلالها تستطيع تعديل المعلم بدون تغيير أي من خصائص الحصة ثم انقر على تحديث إضافة الحصص على مستوى المادة كما يمكن من نفس صفحة الحصص القيام بإضافة حصص فردية على مستوى المادة وذلك بالخطوات التالية انتقل إلى قسم المواد ثم تبوي بالحصص انقر على زر إضافة قم باختيار التالي اختر الصفة الدراسي اختر اسم المعلم اختر المادة حدد الفصول انقر على زر تسليم اعداد الفترات الزمنية اعداد الفترات الزمنية الفترة الزمنية لكل حصة وترتيبها انتقل إلى قسم إدارة المواد ثم انقر على تبويب الحصص ومن ثم انقر على زر إدارة الفترات الزمنية أعلى الشاشة ثم ستظهر لك شاشة بهازر اضافة فترة زمنية بمجرد النقل عليه فستظهر لك شاشة الفترة الزمنية فقم بإضافة عنوان كالحصة الثانية وترتيبها الثاني ثم تحديد وقتها من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة وخمسة واربعين دقيقة على سبيل المثال ومن ثم انقر على تسليم ستضاف لك الحصة في الحساب وعند الرغبة في تعديل أو حذف الفترة الزمنية قم بالنقر على علامة تعديل أو حذف اشتركوا في القناة